مضى وقت طويل منذ سئول اليمنيون عن رأيهم في شيء وطلب منهم أن يصوتوا لقد حلت البنادق محل الشورى وعلى البارود على ما دونه في هذه المساحة الصغيرة لا بنادق ولا رصاص في أعالي تلال مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج يصوت الأهالي رجالا ونساء لصالح اختيار لجنة طوعية تمثلهم في تنفيذ أحد المشاريع أسفل هذه التلال تختبئ أهداف ميليشيا الحوثي وأسلحتها لا تساعدها وعورة الطريق على الوصول إلى هنا وتعكير صفي الحياة وإفساد واحدة من التجارب الديمقراطية النادرة بالأمس قصفت ميليشيا الحوثي مناطق قريبة من القرية التي شهدت التصويت مطلع الأسبوع لم يلتفت الأهالي للقادمين من خارج الزمن ولم ينتبهوا لفوضاهم استمروا في صنعهم وداوموا على أعمالهم في شق الطريق وفي غرس مفاهيم الديمقراطية التي تبين من خلالهم أنها لا تأتي من ظهور الفيالقي بل تنبع من أوساط الناس ومن قناعاتهم